اشتركوا في القناة يتبج حيث تطلع منه بس إذا قلوا مسكي الباب تبع التاريخ كل العالم بتفوت على التاريخ مئاتي ما بيعرف يفوت إلا بيمسكي ويسكر بيمسكي وفي ناس بتقله جود النختن قوم من التختن بفظايا الأسبوع طرح وزير الدخلية بالحكومة المستقيلة مروان شربل لأنه ما في عمليات خطف بين آل جعفر وأهل عرسال والموضوع هو بس تبادل خبرات بين الطرفين والله هاودي هيدا الشي سيبت بين إيدي خطف متبادل بين آل جعفر وأهالي بلدة عرسال على خلفية اختطاف المواطن حسين كامل جعفر في جرود عرسال عند الحدود من بعد ما أحالت الحكومة مشروع سلسلة الرتب والرواتب للمجلس النيابي رجعت أحالة نفسها للتقاعد والوزراء طلبوا من حنى غريب يطالب لهم بمعاشية التقاعد بأسف قول أنه نحن بيع صورية سياسية ودستورية وقانونية كيف شكل الحكومة الجديدة 14 أزار بدي إيها تكنوكرات والـ 8 أزار بدي إيها كرات مع موسيقى التكنو إمكانية قيام حكومة تكنوكرات الرئيس مئات استقال وقعد بالبيت واعتزل السياسة وبدأ بكتابة كتاب جديد تحت عنوان كيف تنقى بنفسك دون أن تلعى نفسك ندبر الشيء يا رئيس نكيّر وزير التعب الحكومة المستقيلة يا جمهران مزيل صرح أنه هو ما كان طايق الحكومة اللي عصلا مين كان طايق أنت في أوجه كتير للفرح رد وزير الخارجية عدنان منصور على الانتقادات عن عدم انسحابه بس استلم معاذ الخطير مقعد سوريا طب برك قصه الكيك بتروح عليه عدنان منصور ونتيجة موقف الوزير منصور المرفوض والمستنكر والمستهجن جمعات الدول العربية سلمت كرسي الجمهورية العربية السورية للمعارضة الانتقال بالسجدة والتريا والسبوفر اللي ورا الباب تحديداً اللي ورا الباب رحب المجلس الوطني السوري بقرار الجامعة العربية منح اتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة ودعوته إلى المشاركة في القمة العربية هجوم الإسلاميين على الشيئاً أن بسبب نقدنا للتطرف الإسلامي لأنه التطرف منه نكتب أنا أعتز بسنيتي واستهزاء بالشيخ أحمد الأسير هذا بشيئاً أن أبو طلال شاية رأسه من مالك مكتبي أستاذ مالك مدرسة كيف مالك مدرسة؟ مالك مكتبي يجبكم هلأ وسع أصار عنده مدرسة والأخت بوسي بنشرة الطائس أكيد تتحكي عن حيالها شيء إلا الطائس أولاً الأرنب هو حيالة من أليف وهو ببيض أنا متطرف لأعتدالي وأنا معتد المتطرف وهيدي نشرة الشيك شاك شوك شك شاك شوك شاك 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 أمي يا حبيبي تعال نرأس بلادي حلاوة مساء الخير وينعاد على الطائف المسيحية بعيد الفصح وإن شاء الله يبنشوا يحبوا الإسلام مع الليلة عبد الرحيم لأنه فؤاد مسافر بفرنسا عم يعمل ساكس تشينج ليصير الجيل أولاً أنا بدي أتشكر الأستاذ سلام اللي بيعطيني الفرصة دايماً لإبرز مواهبي بالتمسيط أما بدي أسمع صوتك كل الحلقة تقريباً استقارت الحكومة والحمد لله الجو المحتقاً نفس كل شيء نفس حتى صدر ناتاليا فضل الله الكل كان مرتاح للصدمة الإيجابية وهيدا الشيء كان متوقع لأنه من ثلاث أسابيع الرئيس ميقاتي بمقابلة مع وليد عبود صرح بأكد وأنا على يقين واللبناني بيعرف أنه مثل ما بالحكومة الأولى الحمد لله نجحنا حتماً بالحكومة الثانية هنجحها بزن الله أما اليوم فأني أعلن استقارات الحكومة كثير عالمت داولة الأسباب الرئيسية لاستقالة الرئيس ميقاتي حجة الاستقالة كانت عدم التمديد لللواء أشرف ريفي اللي ما حدا أبضل الخبرية لأنه بهيك عمل يبين أنه اللواء أشرف ريفي استغل الرئيس ميقاتي والعكس هو الصحيح أنا بفهمون أنا بعرف شو يعني استغلال أنا دايماً بيستغلوني من وراء جمالي داخلي أكيد السبب الثاني أنه خاف وارتعب من التهديد اللي إجا من سوريا من فترة والله يا ميقاتي لنحاكمك والله رجلك ما دوس سورية بإذن الله إلا وتحاكمه والله سندخل لبنان ونحاكمك فيها وأنت تعلم شجعت الجيش السوري الحقيقي والله لنعرضكم على المحكمة أيها الخائبون الخبر واحد والله عاهرات بيروت ما فعلوا فالك والله إنك أخذ منهم سلام أنا مش عاهرة وأحيات الله أنا مش هيك ليه عم يقول عني هيك طيب تسوكي تسوكي عبد مش عم يحكي عنك ما عم يحكي عني طب ليش ما عم يحكي عني ليش ما بيحبني طيب ليه ما حدا بيحبني أنا كتلة العقد تاريخياً ما في رئيس حكومة وقف بوجه الجو العام طبع طايفته إلا محترق سياسياً مثل ما صار مع الرئيس صاحب سلام بس هون الرئيس ميقاتي تقريباً لحق حاله وأكيد السبب الرئيسي هو الانتخابات اللي ما حدا بدوا إياها مثل الكادويات اللي بيعطوك إياها بحطات البنزين إيه إنه عبي تنكي بأربعين ألف وبيطلع لك فنجين إنه إنه وين بدي حطه للفنجين يعني إنه شوفير تاكسي أنا هاي دي كانت الأسباب أما التوقيت فما فينا إلا ما نربط بين الاستئالة اللي صارت بنفس الأسبوع اللي عطت فيه الجامعة العربية المقعد السوري للمعارضة وكمان بنفس الأسبوع ضمت فيه دولة البحران حزب الله للائحة المنظمات الإرهابية آه كمان كيف سعبت إنه بنفس الأسبوع لما دقي تلي وتلي إنه فقدت عزريتك واو توقيت بس هلأ خلينا نعطيكم شوية وقائع بفاكتشيت عزيز المشاهد هل كنت تعلم أنه أكثر حكومة شكلة الرئيس عبد الله يافي ضلت 8 أيام قد حرب 8 أيام لأ لحظة مان كيف 8 أيام اسمها حرب 7 أيام هي ما هي سبعة أيام ويوم أفس عيدة عنون النقابة ما في أعمل شي فيه إيه بس هل كنت تعلم سلام أنه أطول عمر لحكومة بتاريخ لبنان كانت للرئيس رشيد كرامبي ضاينت 37 شهر يعني بالضبط قد ما أخدتني وقت لأستهدمك تانكيو عبد هل كنت تعلم أنه حكومة الرئيس سانيورا رقمه كان سكستي ناين وبتعرفش يعني كلمة سكستي ناين أكيد قد عمر باقي لا يا حمار هذا position بالساكس من شو بيك ما بتعرفوه ما كيف يعني position بالساكس أنه أنت مدير الساكس يعني لا لا أنه هايدي لما أنه يعني تتعارب الشيكي واحدة هي بني عوجها من قدام وأنت تبتحت يعني لما تصير فيه لما تصير فيه أنه تحط هيك وتصير فيه يعني شو بعض شو عم عزب حالي أسيسا هلأ نحنا بالفرار ودايما لما تستقيل الحكومة بفعل تجيز وبيت سياسية بيبلش الحديث عن حكومة التكنوكرات واللي هلأ ما حدا بيعرف شو هي البعض مفكرها يخني وبعض التاني مفكرها البوم لتيستو ولا مرة ركبة حكومة التكنوكرات كان فيه دايما كرات بكرات بس أنه تكنوكرات مع بعض لا هي مش يخني حدا عرف شو المعصوب بالتكنوكرات قداش بدتم تكنوكرات في عنا بس يطلب لأنه كلمة التكنوكرات هيك فقط فيها يعني من جهها تكنوكرات حكومة تكنوكرات بلبنان هذا حكي لاسا له معنى ما في تكنوكرات بلبنان كل التكنوكرات سياسي هيدا بلد سياسي لن خاع الهيئة ما في حنا في لبنان فاهمين شو يعني التكنوكراط خلينا نشوف بركي بمصر بيعرفوا اكتر بركي انه تكنوكراط اكباط ايه ايه تكنوكباط حكومة تكنوكراط وكلمة تكنوكراط دي جاية من كلمتين يونانيتين تكنو بمعنى تقني او فني وكراتس بمعنى سلطة ودي الحكومة اللي بتتشكل من ناس متخصصين تخصصات فنية دا كاترة ومهندسين وغيرهم غير المنتمين لأحزاب معينة وغير المسيسة بانتظار تشكيل حكومة التكنوكراط او حكومة الانقاذ او حكومة الوحدة الوطنية او حيالله واحدة منهم نحن هلأ بحكومة تصريف اعمال بس شو يعني تصريف اعمال يعني يعني كاش دبان متل ما بيعملوا عادة لا حبيبي يعني حكومة تصريف اعمال هده اسمها ايش تعرف مان كتير جاي عبالي هيك روح على الاصر الحكومة وشوف كيف بيصرفوا اعمال عبد قوم لاخدك وفت مرة منطلع على مستشار رئيس ميقاتي دكتور خالدون الشريف ياش لوين ايم بتاعه لوين ايم عم نصور هيدا بسكتش هيك مكتوب اود بدنا نروه فظيع فظيع ولكم هوم عبد واو هيدا اول مرة بيجي على المتحف عبد هون هون كلهم هون كلهم هون كلهم هون هيدا كلهم فيكون لقلك انجاد لازم تحلم ما عدا هيدا بله عرف ليش حطينه كمان قراج مش هون سنة؟ كان بس نبزته الطايفة اه لا اله الا الله مظبوط نبزته الطايفة لانه عوني طب انتي وراي بعدت عبد الرحيم العوجة ليكزدر بالسراي شو كبيري السرايا صر لساعم ببرم ليه ما بيعملوا قتال ومطعم؟ بها الاسناء راحت زرت الدكتور خالدون الشريف يلا نا نا ليك؟ حس حاله بفترة ما الرئيس مئاتي انه انا ازا ما بمشي مع الطايفة ما بمشي شو ما بدا الطايفة حتى لو ضد قناعاتي هاخسن سياسيا اه يعني متل هلا انا ازا بدي اكسب الشارع السنة ما هو عمليا ضوط في طلع هلا بلش احكي عن حزب الله انا اكثر شي في اسهل شي في اعملوا قتل حكي عن حزب الله يا سلام وبكسب الشارع السنة كلا في 25 كانون 2011 بلت شي خسر سنيا مظبوط من وقته بقي سنتان بالحكم ومر على اللي ممر على حدا مظبوط بالتالي ما كان موضوع الخسارة والربح هو الأصلي عنده بس قطعا بخلفية راسه ما حدا له مصلح يخسر شارعه ويخسر اهله لانه في متل قديم بيقول الطوب العياري ما بيدفي مرحبا عفوا هوني عم تصرفوا أعمال انتو صح طب لو سمحت معي شوية أعمال بدي بدي صرفها قديش انت عم تصرف سا اليوم اليوم بتصرف الأعمال رخيص بس كل ما بيطول أكتر كل ما بتصير كلفته عالية على البلد يلا انا حقبرم شوف اعمل جولي بالسراي مع اني بابظن في حدا غيرك بالسراي بس حقبرم شوف ملياني 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 حشوف مين أرخصه ايجي بلا شك انه الرئيس ميقاتي قضى أصعب سنتين بحياته السياسية عم بحاول يرضي كل الأطراف وما حدا كان راضي ولا حدا راضاه تعالي على قلبي يا ميقاتي تعالي على قلبي تعالي على قلبي يا صغيري ما بيحبونا نحن السنة الأسبوع الماضي بلشت عملية تبادل خبرات بين آل جعفر وأهالي أرسال وتبلورت بشكل حوار الحضارات حضاري جداً خطف متبادل بين آل جعفر وأهالي بلدة عرسال على خلفية اختطاف المواطن حسين كامل جعفر في جرود عرسال عند الحدود ما دفع عشيرة آل جعفر إلى اختطاف خمسة من أبناء بلدة عرسال ليلة الأحد الاثنين ما أدى إلى توتر الأجواء في منطقة البقاع الشمالي وسماع طلاقات نارية لا سيمة في منطقة اللبوي نحنا بشيانقان في عنا مراسل من بيت جعفر عباس جعفر الناطق الرسمي لعشيرة آل جعفر أوكي لا مش رسمي أوقات كاجول بس رح يطلعنا على آخر المستجدات عباس شو آخر المستجدات من وضوع الخطف؟ مضبوط سلام هن اللي بلشو عم يطالبوا بأخونا جعفر بمليون دولار ونحنا عنا خمسة فإذا الحب بمليون دولار يا أخي هتو أربعة ومنحلة ثلاثة ومنحلة لأنتو قدي عندكن خمسة؟ نحنا عنا خمسة ستة سبعة وباليد اتنين خمسة باليد واحد ايه عباس بس هاد مش تصرفات حضرية انتو هيك عم بتصبوا زيت على نار الفتنة يعني وهي مستوية أصلا بس بدا دقيقتين بالمايكرويف سلام عبدن خطف من حدك وإذا بعد كلمة رح بتلحقه آآ عبدن آآ أوكي عباس بريك صغير بعض اللي عليهم الإسلميين وتكفيرهم لشيان آآ خليكم معنا عبد 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 تعفنش تقتله شوي لو وحشة عبد يو عبد عبد أه شباب هل سلام هادا هادا بدعة هادا لا يجوز هدع بس يعني كثير بتسلي مان هة مان بس استر عليك رب لا مبدي، اسمع، 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 اسمع هذا نفوتني على النار، اسمع سلام لا تغويني بالبيضات، انت عم تجرني لل... يخي، أيه؟ بس هلا شو الجرين... طب يلا، يلا خلصني اهاهاها ميري بيخ أستيقظ يلا وقت اللعب حلص يلا حبيبي ارجع عالى محل لك مؤخراً صار في هجمة من تيار الإسلامي على الشيان أن والتهمة هي أنو عم نحرد ونسيق للدين الإسلامي خلينا نبلش من هون هيدا مفهوم خاطئ جداً نحن هون لنكشوف مين عم بسيق للإسلام ونأدنا دائماً لبعض المشيخ يلي هني عم بسيقوا لصورة الإسلام ويمكن ما عارفين ونحن بدنا نتوجه للمسلمين المعتدلين العلميين وبدنا ندق على عصابهم ليوعوا ويوقفوا بوجه التطرف لأن الإسلام دين علمي ومتقدم ومستقبل الأم لازم يكون بين إيديهم مش بين إيديهم المبطرفين يلي بدهم يقتلون قبل اليهود من أسبوعين الشيخ عمر بكري بمقابلة مع الزميل جورج صليبي ببرنامج الأسبوع في ساعة اتهمنا بالتحريض وسائل الإعلام ما عم بتحرد أنتوا اللي عم بتحردون بتصريحاتكم بخطاباتكم بألفاظكم أنا أعتز بسنيتي واستهزاء بالشيخ أحمد الأسير هذا بشيء أن أن نعم هيدا منه تحريض أنت عم تتهمنا بالتحريض بالوقت يلي خطبكم وتصريحاتكم مواقفكم هي اللي عم بتحرد الناس مش البرامج يلي إلي طابع ترفيهي أو كوميدي نحن عم نحرد لما ننتهي للأسير إذا مفتي ترابلوس من أقل من أسبوع قال عنه أنه مجنون بمقابلة بجريدة السفير نحن شو بدنا نقول ولما شيخ بده يدخل بالسياسي وبدل ما يهد النفوس بده يهيجه أكيد 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 رح يسمع نقد منه وقلنا بعدة محلات أنه نحن فهمنينه مع هذه المطالب لأن الحقيقة المرة السنة يلي مع المقاومة ومع فكرة الجهاد ضد إسرائيل صار عنده خيبة أمل من حزب الله آخر فترة ومن تصرفات جمهوره يلي هي سبب أساسي بتدمير أي صورة منيحة كانت عند الحزب إن شان هيك توجهنا لعند الشيخ عمر بكري فستو تنعطيه مساحة أكبر لحتى يحكي وجهة نظر أنا بحب أخبر المشاهدين شغلي أنه في كتير في كتير إشياء مشتركة بيني وبينك غير أنه نحن تنيناتنا من الطائفة السنية الكريمة أولا أنا من بيت العوجي العوجي اللي ما بيعرف هو اللوز وحضرتك من بيت فستق وتانيا أنه أنا وياك كنا ببريطانيا هلأ أنا كنت بدرس مسرح مسرح يعني فسق وفجور وبس أنت كنت ببريطانيا عم بتشتغل بالشريعة بس سؤالي أول واحد شو رجعك من بريطانيا ما أحيي بتاخذ العقل بريطانيا يا زلمي بصراحة قد يكون يعني حضوري على اللي هو شيئن أند له يعني هدف وهو الدفاع عن الإسلام والمسلمين بعدما سمعت أن برنامجكم وكثير من البرامج في لبنان يطعن بالدين وبأهله وهذا بسبب يعني أن هناك مرض أصبتم به وهو مرض غربي الاستهزاء بالدين بس نحن بالبرنامج ببعف إذا أنت بتحدروا نحن لا نستهزئ بالدين هلأ ممكن نستهزئ ببعض الرجال الدين اللي على الساحة السياسية إنما بسبب أنه ندخلوا إلى الوسط السياسي نحن برنامج سياسي قد تكون الناس تضحق من الألم هناك من يضحق من الألم وليس من السعادة لا نرى هناك من يهاجم رجال الدنيا لأن هؤلاء يعتبروا مادتهم وهم 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 من أوليائهم نحن رجال الدنيا إذا بدك السياسيين نحن منهجمهم كل الوقت وهذا اللي وضحته أول برنامج شيئاً أن ماندلت برنامج التزامي بل هو برنامج فيه من السفور وفيه من التعري وفيه من أمور الكثيرة وللأسف نراها أثناء الإعلان وليس أثناء البرنامج قد يكون من له أتباعه وله محبيه لكن للأسف هذا النوع من البرامج لا يزيد في حضارة وفي ثقافة أمة تملون إلى السفور تملون إلى الفصل تملون إلى الفجور ولكن الظاهر بأن التيار العلماني المسيطر على وسائل الإعلام نحن مشكلتنا معه هو التيار الأصولي بالمعنى الغربي رفض الآخر واستعمال السلاح ضده سلاح الكلمة أو سلاح العنف كل شيء يعني كل شيء بعمله خصوصاً بالشياء ننتج عن عن إيماني وخوفي على أهل السنة لأنه صراحة أنا لا أرى أنتوا وين وين إخديننا أنا قاعد بمنطقة كلها شيعة لأنه بيروت هي مدينة مختلطة بين السنة والشيعة وفي حين أنتوا بتطلعوا بتخلوا الجماهير تغضب أخشي أنا باكل أتلي وأنتوا بماشي حالكني ما بعرفون هذا بشي أنا هيكي أنا بس هو أنت بس تقول أنت بتأخذ عليها مصاري نازم لا ما هيكم مصاري لكن ما معقولي على كل السحصيح اللي بيكلها في زميلك بشي أنا إن ما بيأخذ عليها مصاري في بس فؤاد بيأخذ مصاري أنا معدر أنا أسنة مضطهدين كمين حتى أنت كمين ببنيمج مضطهد بركي بتروح وتتحرروني بالنشيانان أتمنى على نصارى لبنان أو المسيحيين في لبنان وغيرهم من الطوائف أن يعيدوا قراءة التاريخ بشكل جيد بعيد عن التشنج يجدون بأن القلاص الوحيد للمنطقة هو أن يعود الإسلام نظام حياة ليس ليصبح الناس مسلمين هذا لا إكراها في الدين ولكن ليعيشوا في نظام يرعى شؤونهم دولة رعاية وليس دولة جباية وجمع تبرعات وجمع جبايات وجمع ضرائب أنا أتمنى على البرنامج أن ينحى المنحى اللي هو الكوميدي المقبول شرعا لكن يتجنب قضية الاستهزاء بالأشخاص وبالدين لا نحن لا نستهزئ بالدين بالأشخاص لا يمكنني أن يقعدك لا يمكنني أن يكذب لأنه حتى لا يكذب يفوت على النار هيك تقول لي أمي يعني هتحكوا عن مدير المخابرات مثلا وقائد الجيش مثلا ليش بدك تفوتني على الحبس يعني ما عم بفهم يعني أتمنى عليك أن تقابل شيء أحمد الأسير لأنك أنت الذي أنا برغت يعني أنا برغت خلعت ملابسك وطلعت على السطح حسنا تقولي أنا أعتز بسنيتي أنا أعتز بسنيتي بس ما قلت تقلع ملابسك يعني بعد شو يزيل وقالنا لو كان في سطح ثاني شو كان عمي كنت بكلثون العصبي كنت بكلثون العصبي ما كنت عارة السلفية ما أنا نوعه واحد أكتر من نوع هي مجموعة مدارس في السلفية التبشيرية في السلفية الجهدية في السلفية الطبيعية يعني أنا بعتبر حالي أنا سلفي لأني أتمثل بسلاف الصالح يمكن أنا مبرب بدأني بس أنه كل ما بقى بتمثل بسلاف الصالح بكل أدائي بستشهد بما قام به الرسول وما قام به الصحابة بالتالي أنا بعتبر حالي سلفي بهال معنى طيب السلفية الجهدية هي قصة ثانية خالص هي بتشبه إذا بدك ما تطلح على تسميته بفترة المجاهدين العرب بأفغانستان أو المجاهدين الأفغان أو بعدين سموه القاعدة أو إلى آخرين شي بيشبه البنية تبع فتح الإسلام نح طيب هادي البنية هل كانت تشكل مجتمع ولا عصبة 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 تلوح ما يعتباني يلا عمر بكري عم يتهم العلمانيين أنه هن أصوليين وما بيتقبلوا الغير وياريت كان عام البحث قبل ما يحكي عن الموضوع لأنه أساس فكر العلماني هو قبول واحترام الغير تحت سقف قانون واحد عادل للجميع عادل للجميع من فكرت عادل لإلي بس عادل بيحب كل الناس ليه يا الله هذا الأصاص ليه في خطة متبعة لإستعمال هذه الشخصيات مثل عمر بكري لما يجبوه دايماً للأو تي في ليخوفوا فيه المسيحية ويعطي صورة أنه فيه هجم عليهم وهو منه قابلين غيره أكيد الهدف من هذه الخطة أنه يصوروا الإسلام قديه بيخوف هل تصنف نفسك حتى متطرف أكتر من الموجود حالياً؟ أنا متطرف من كل القوانين الوضعية وملتزم بالإسلام أنه الزلمة مش عم يدعي لحوارات أديان أنه جمهور عنده إسلام وفوبيا ليش ما بتجيب لهم مصباح الأحدى؟ كمان سنة مترابلوس وكيوت باعتقد فيه لغة لأنه عم يحطونا بخانة شرب الخليل ظهر الأمر استهزاء بأحكام شرعية باللحة بالنقاب بالجلباب بشعائر إسلامية نحن ضد اللي عم يعنو شرب الخليل لأنه هو عم يتعرض للدين الإسلامي لما يتمسخر على المحجبات واللباس الإسلامي وهذا نحن نرفضه رفضاً قاطع الخمر ممنوع في صيدة لا 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 أنا مش عم بذكر أنا عم ماري الشعائر الدينية الشعائر دينية؟ نعم الشيخ أحمد الأسير طلع عكفر دبيان عالتلج وماره شعائر الدينية صح؟ صح فأنا جيت اتمطع ببحر صيدة وبدأ ماري الشعائر الدينية وكسر الخبزة وأعطاهم وقال لهم خذوا كله وهذا هو جسدي من الواضح أنه عمال شربة اللي عم بتسيق للإسلام والمسيحية كمان وخلينا نذكركم بفيلمه لما كان بحراس الأرز اللي اسمه حتى ما يموت الشهيد بس ما هو مات ما تتركوهم يقلعوا الأرزات ويزرعوا بدالة برح نحن بنوعدكم من اليوم أنه نوقف بوج الإسلاموفوبيا ونحارب السخافات اللي بتسيق للأديان السماوية مشكلتنا مع الإسلام السياسي أو الطائفية السياسية هي استخدام الدين أو المذهب أو الطائفي كوسيلة واستغلال الشعوب للوصول للحكم نحن بنرفض مصطلح الإسلام هو الحل لأنه إذا فشله الإخوان بالحكم حيقوله إن الإسلام هو اللي فشل ومش يعني إذا كنا ضد حزب الله فمعناتنا إن إحنا ضد الله لاش نحن ضد حزب الله؟ بريك صغير بعد الإعلان أبو طلال مستاء من أحمر بالخبط العريب مستاء ضمي ضمت العاش بعد الغياب فيه فصاً برأسك بشرف نعم بشرفها كتير حلو مان مان صوتك كتير بشعه خرج X Factor عفكرة بسلم عليك كتير فؤاد ما هو بفرنسا مان بس عم يخبرني إنه كتير مشتقلك قد ما مشتقلك قاعد عم يدفع مصاري للناس بالطرقات لحتى يسحسحوله ويدربوه مان لحتى يحس حاله إنه فظيع مان صدق أسو بلقى وأنا كمان مسهر يعني مشتقله كمان مريض نفسياً أنا؟ بمعنى أكيد كالعادل محلل استراتيجي يمكن أبو طلال أبو طلال كيفك؟ أستاذ سلام كيفك؟ قلتلي إنه كتير أنت كنت معصب عم تحدد التلفزيون وطير لك رأسك أحمر بالخط العريض حقيقة فعلاً يا أستاذ سلام سيئاً يعني أنا بصيبه يعني بصيبه طب ليه شو؟ الأستاذ مالك مدرسة كيف مالك مدرسة؟ مالك مكتبة؟ ديكمه هلأ وسع صار عنده مدرسة آه عم يتضفق علينا كل أسبوع بمواضيع يعني يعني بعيداً عننا شي يعني أنا لما لما عم بحضر أحمل بالخط العريض بروح بصف قراصي بالبداء وبمخمض عيوني بموية البداء وبسلك دينيه أوف شي يعني شيء عن جد أستاذ سلام عن شيء لا يتحمله عائل ولا يتصوره وشالتنا عن محنك كمان صاب أحباط وأسقطت أجهضت يعني عن شانت الموضوع أحمل بالخط العريض مين أم أحمد؟ تبليك شو كان الموضوع؟ تجملنا واحدة آخر حلقة واحدة سلحفة واحدة عاملة سلحفة بعدها صارت لازبيان بعدها اختصبها خياء وأم صورتها وباية أجهبات عربات حرقهم كلهم وطلع على قطر ونكرموا وفاق لا أكيد مش هدا هو الموضوع هاديك لأسبوع شو كان الموضوع؟ عمقولك الموضوع عن جد جايب واحدة سلحفة عاملة لازبيان انت بحيطك شايف سلحفة لازبيان؟ جايبها هلا هيدا الحلقة جايب لخشو سبعملية مرة من عمر ستة وستة قامل سبعين سنة تمانين سنة وعنوان الحلقة شوف الحلم اللذي لا يموت هن عمرهم سبعين تمانين سنة هالسروية لبنان احترمون لازم نقدنهم بشكل بشكل معين فالله عم بصولة تانية الحلم بيهرب منهم هال سبعين سنة شو هالتحلام؟ هلنشوف مقطع لكين؟ كيف جعف انو انت ممكن تكون عندك قبول للزواج؟ اذا هو ما اجا عمل مبادرة تجاهك؟ انا ببادر حتى بهالعمر فيك تحقيق حلمك ايه حلمك؟ تفضي قومي شفت عم تقولها قومي انا بقولها لا يقوم هو بالاول لا يا ابو طلال عيب شو بيه؟ قصدي جوزة يقوم من تحت اه اه اوكي جوزة بطايا فاق يعني ايه بس تعرف كمين انا بلاحظ شغلة بمالك مكتبي انو بيجيب دايما اغرب انواع واكتر مشاكل معقدة بالمجتمع الاسلامي فهدين بيجيب هيك خبير مسيحي مثلا بيحكيه عن المشاكل انو هيدب الايد وكذا استهداف استهداف سلامي عن جد احنا عايزة متحرك متصيرش هاك اه هو عم بدوق فيه بالعصب انا صارى عم بدوق فيه بالعصب لا عم بيهسرني يا ليش عم بدوق بالاسلام انو ليش بروح يعني هنيك بيجيب واحد ابشع انسان كل عم يأكل عم يركب معزي برجع بيجيب خبير مسيحي اما هبا انت عرب لالحالي ليش هي قصة الايد هادي اه شو هي قصة الايد لا لا انا بتتحرك يعني انا كتير صارت هادي لا انا بتتلفل للشيخ احمد الشيخ احمد مين اسير لا الحريني اسير بيفيدك اكتر بركة اما هلأ بنبقى اما هلأ بنبقى مع نشط الطائس والزميلة بوسي مولع هاي بوسي هاي سالو حسبي الله وانعم الوكيل اهلا حجي بوسي كيفنا اليوم سالو جريت انا بس بدأ اتمنى لك كل العالم فصح مجيد وبدأ قلهم ان ان شاء الله هالسنة تكون عليهم خير هذا ليا ربما استSch 물� terug سالك سؤال ماذا أنه علاقة الحدث بالقد Кوش والشوكولات والمجulpt形 وانعم الاخرانب بعيد الفصح لا بتعرف انا سأقول لك سلام اولا spirit الارنب هوة حقية من ابن الف وهو فيبقد من هكو تقمي البيضة والشوكولات طيبة وانعم تقمي جبا اهلا تظيف ولكن ماذا له علاقة بعيد الفصح ماذا كان لديicides اسيل لازم تجيب بيضاء وتكسرها والأرنب لأنه كثير حلو مهضوم بس ليه؟ أوكي يعني بفهم أنه ما بتعرفي بالظبط بلع سلام بعدنا أم قللك شو شو ما بتعرفي يعني أنت ما بتعرف أوكي أوكي بوسي بتعرف شو سلام خلاص أنتو كثير بتزهو كثير سائلين أنا رح رح ألا أكل بيضات باد يا حبيبتي جمع البيضة باد طيب سريك يا عصد باد شكرا لإلك بوسي أما هلأ بنبقى مع لقتة الأسبوع للمصور حسين بايدون مثل هون الوزير جبران باشيل عم يعني عم يلعب بليار بعتقد وين هون بالسفينة يمكن بس أنا زعجني هدا اللي واقف وراه ليه عامل هاو؟ عم بيجاور ها بشوف حامل كما حال شي بيب مش هاي؟ باعتقد ايه يعني هادي حكومة تصريف الأعمال للوزراء شو عم يشتغلوا يعني البليار بعتقد مفيد ما معرف ليشو باسي ما هذه كانت حلقتنا للأسبوع بالنهاية سقافة انتقاد النفس سقافة غريبة علينا وحتى كأننا مش موجودة بمجتمعنا وإحنا مش عم نطلب شي بس عم نطلب التواضع من الكل وليش منقول عن اليهود عنصريين لما يقولوا هني انه هني شعب الله المختار والبعض مننا بيقول عن حاله أشف الناس والبعض الآخر مفكر انه مفاتيح الجنة معهم ما تنسوا تزيدونا على فيسبوك وتويتر وتشاركوا بقراءكم واني أشيات المفتوحة اسبوا على خير ما تنسوا تزيدونا إذا كنتوا بنات حلوين ليش ما بتقولها هند أنت بدك البنات الحلوين انه البنات الحلوين يزيدونا على سيدونا حدونا زيدونا عنه بدو البنات حلوين بعدين لك بدي قللك شي لأنه مفي غير شباب بيزيدونا علي فعلاً بس بدي قللك شي على خبرية التواضع الفنان مثلنا إذا ما كان متواضع خلاص بيموت يعني أهم شي لتواضع بحياة الفنان انت بتعارفنه دايما أنه أنا في مد إيدي على بعض لا لا. لا. نزل ع سطح الامر. اول انسان المامو علي علي السلام. هو اول واحد نزل ع سطح الامر? هو هو اللي عمل الدنيا. انا PTdb ren trabalندخي. وايلونمال مان hur Mmm A المستأمل شو فينا نستفيد من مساعدة الامر. نحن خلقنا لعبادة الله وأهل البيت أنا خالص ومخلص لأله خالص كيف يعني يعني لأله كيف خالص أنا ما بتعاطى بس خالص خالص لأله وأهل البيت أكثر من أجمع اقتصام موجود هل تريدون في النهاية أن أحباب أحمد الأسير أو أحباب الشيخ الفلاني أو السياسي الفلاني من كل الطوائفي أن يبدأوا بعملية التحريض على المذهب الأخرى هذا بيصير في انقسام يصل إلى جسم الدولة وإلى الجيش اللبناني فلماذا أنت عم تتهمنا أنه نحن هو أنتم اللي عم تتحرضوا مش نحن التحريض الإعلامي هو أقوى وسيلة هو الإعلام الإعلام سلاح فتاك لعله سمي السلطة الرابعة لأن السلطة الرابعة قد تكون ديكتاتورية مثلها مثل القزافي أو مثل البشار أو مثل الصدام لكنها ديكتاتورية أنا ممثل إذا بطلع كل الوقت بحرد العالم العالم ما بتسمع كلمتي بس أنت رجل دين أنت شيخ أنت كلمتك مسموعة